تعمل ضغوط على نادي الزمالك بشكل كويس قوي تعمل ضغوط على نادي الزمالك طبيعي ضغوط إعلامية تصريحات إعلامياً الموضوع برضو أقولها تاني النادي الآهلي مش هيتنزل عن البطولة بسهولة يعني كده الأهلي ممكن ياخد الدوري من وجهة نظرك لو الزمالك خسر بنت تاني أو مباراة تانية كده الدوري بتده يتصعب على نادي الزمالك خسر بنت إيه ده فيه لسه 13 مباشر تضمن منين 13 مباراة 13 أسبوع بس ده لسه دوري حتى ليه الأهلي وللزمالك فيه كلام كتير انت دلوقتي هو نادي الزمالك خسر نوتتين شوف كمية الضغوط اللي عليه في الفترة دي هتلاها غير طبيعية إحباط غير طبيعية أصدك لو خسر كمان لو خسر نقطة بس تانية الأمور خلاصة تصعبت عليك كوسام ويبطول من نادي الآهلي قريب كده الدغط على نادي الزمالك طيب فين كوسام داخل دلوقتي نادي الزمالك على المدير الفني جروس رئيس نادي الزمالك شعق خلاص يعني جروس بالنسبة له دلوقتي يعني مشكنات دي وجهة نظر أمير مرتضى لا لا أنا ضد الموضوع تمام ما ينفعش يتغير خالص يعني عارف عملت مشكلة كبيرة جدا مع اللعيبة ومشكلة معنوية ونفسية وجماهيرية لا صعب حزبه آخر الموسم نسأت بقى إن الإعلام ينزل إن فيه تغيير وهيمشي الكلام ده مش صح تماما مشكلة لنادي الزمالك هيقابلها كبيرة جدا لو حصل تغيير في المدير الفني حصل مشكلة كبيرة جدا داخل نادي الزمالك وداخل اللعيبة خصوصا مع اللعيبة ترجمة نانسي قنقر